تعال اقول لك ازاي نحاول صورة من ابيض واسود بالشكل ده من الصورة رمضانية بالشكل اللي انت شايفه ده وكمان ازاي نضيف البترين بتاعتنا بطريقة احترافية في كام خطوة فقط حتى لو كنت مبتدئ يلا بينا نخش في الشرح على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عن ايه يا رب جميع انتكنوا بخير وفي احسن حال النهاردة ان شاء الله درس بسيط جدا مهم جدا للناس اللي حابة تعرض شغلها بقى سواء في شغل البترين سواء في شغل ورق الحائط الحاجات دي طبعا كتير منها بيحتاجها بس طبعا درسها بتكون قليلة جدا فالنهاردة ان شاء الله هنعمل درس كده باذن الله يكون ثلث وبسيط كالعادة ده اهم حاجة فقبل اي حاجة يا صديقي لو انت اول مرة تشوفني انا احمد حمدي graphic designer على قدي دي كناة اليوتيوب تقدر تخش عليها هتلاقي عليها اكتر من كورس كورسات كلها الحمد لله رب العالمين مجانية تمام اه كمان هنا في جروب اسمه حارة مصمين لو سرشت عليها على فيسبوك هتلاقي بالشكل ده الجروب ده هتلاقي عليها حاجات كتير جدا ان شاء الله هتفيدك فيالله سريعا كده قبل يالله سريعا ما تنساش تسبسكرايب لايك وكل الكلام الجميل ده ونخش يا صديقي يلا على طول كده على الدرس تمام مابدايان ده دي الصورة اللي انا اختارت ان احنا نشتغل عليها النهاردة طبعا اختصارا للوقت كل اللي انا عملته في الصورة بعد ما عملتلها دا وهي كانت بالابيد والاسود وانا طبعا قاصد ان انا اجيب صورة بالابيد والاسود بالشكل ده عشان نبدأ نشوف هنلون ايه وهنعمل ايه وازدين نلون اصنا لو الصورة ابيض واسفت بالشكل ده. فما ابدأي انا اختصار للوقت كل اللي انا عملته ان الصورة كتنزلها لعادي من غير اي حاجة. تمام كل اللي انا عملته ان انا قصيت الكنبة لوحدها بالشكل ده طبعا بين تول سريعا يعني وكمان قصيت المخدة دي كده والمخدة كمان اللي وراها كده. يعني انا خليت دي لير ودي لير ودي لير قصيتهم طبعا بين تول قبل ما ابدأ تصوير كده عشان ايه ما بقاش طويل تعليقه يعني في الاصص والكلام ده. فخليني مبدأي انا سوديك اقول لك لو انت طبعا محتاج ان احنا اول حاجة نعملها هلاو اللون الكنبة الموضوع بسيط مش هنعمل غير خطوة واحدة فقط. وهي ان انت هتكون واقف على بتاعة الكنبة نفسها. تمام? وهتروح عند الدايرة اللي في النص دي هتدوس عليه هيفتح لك كل الكلام اللذيذي ده. كل اللي انت هتختاره هنا اللي هي دي. اول ما هتدوس عليها هيبدأ يعمل لك لير هنا كده فوق اللير بتاعة الكنبة. طيب انا هقف على اللير اللي هي عملناها بتاعة وهتلاقي هنا في مربع وفيه سهم صغير جنبه كده. تمام? لو دست عليه هيبدأ لو لاحظت هنا هتلاقي ان فيه سهم بدأ يخش في اللير اللي تحته. طب ده ليه? ده عشان احنا لما نلون كده. يبدأ يعمل لك الشغل اللي انت عايز تعمله في اللير بتاعة الكنبة فقط. طب لو انا ما عملتش الخطوة بتاعة السهم دي. تمام? هتلاقي ان هو بيعمل لك كل الحاجات اللي احنا هنعملها في كل 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 الحاجات اللي وراها. تمام? فانا بدوس على السهم الصغير من هنا او بدوس من الكيبورد زائد كنترول زائد حرف الجي. هيبدأ هو يدخل هالي بنفس الطريقة. فاحنا كده حتى لو اللير بتاعة الصورة اللي انت واقف عليها اللير ابيض وسود. هنا بيعمل لك تشبع الوان او بيبدأ يغير لك في لون الحاجة اللي انت محتاج انك تزبط فيها. فيا صديقي مبدئيا كده هنختار لوم مسلا اي لوم بقى انت بيدماغك. النورمل هنا لو دوسنا عليها ممكن نختار المالتي. المالتي دي هنا بتبدأ تديك تشبع اكتر وبتديك واقعية اكتر اهو. تمام? عشان الشادوز هنا تبان اكتر. يعني احنا مسلا لو بصينا على النورمل هتلاقي ان الشادوز هنا مختفية شوية. لما بنعملها مالتي بيبدأ يظهر الشادو في الحتة اللي هي موجودة في الصورة الاصلية نفسها. فاركز في الخطوات دي. تمام? خليني انا مسلا بحب الدرجات اللي بتكون شبه كده بصراحة. تمام? شوف انت حابب تزبطها ازاي. طيب عشان الموضوع يبقى شكله لذيذي ويبقى شكله حلو. حاول كمان تخلي ان اللي وراء تكون على اقل خالص شبه درجة الكنبة دي. ودي حاجة يعني هتعمل تناسق كويس في الالوان. فانا ممكن اعملها ازاي? انا هقف على بتاعة الصورة النفسها اللي وراء الاصلية. وممكن اجيب وهروح اعمل شايف من اول فين? انا هسيب الارضية ابيض وزي ما هي. كل اللي انا هعمل على والمربع بتاع الباكجراوند فقط. وهدوس من الكيبورد كنترول جاي. عشان يعمل لي من اللير. وكل اللي هعمله هي هي نفس الخطوة. هدوس هنا. لازم نكون واقف على اللير اللي انا عايز اغير لونه. لازم نكون واقف عليه عشان لما اعمل بالمنظر ده. يبقى اللير بتاع فوق اللير بتاعة المكان اللي انا عايز اغير فيه. وبندوس على السهم زي ما قلنا او بندوس كنترول عشان يبدأ يدخلي اللي هعمله او الالوان في اللير اللي انا هعمله. طيب. مفيش حاجة بتتغير اول ما بتعمل اول ما بتدوس على المربع ده. بيبدأ اهو اللون يتغير. وبتبدأ من هنا انت تحرك وتشوف انت محتاج تعمل ايه? تمام? وبرضه خلينا نختار الملطة على اساس ان الشادو تبقى زهرة اهو. فطبعا لو بصيت هتلاقي ان الالوان بدأت تبقى قريبة جدا وشكلها لذيذ. طيب لو انت حابب تعمل طبعا عشان ايه الارضية برضو لو مش عاجبك وحابب تعمل نفس الخطوة فدي يعني برحتك اهو. انا برضو اعمل لك طريقة اقول لك على الطريقة اهو. بس يعني هي لو بقت ابيض غالبا هتكون شكلها افضل. فخليني اه نخش على الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة اللي هنحطها في المخدات واقول لك ازاي تدمجها بشكل احترافي. انا مسلا قصية المخد اهو زي ما قلت لك. تمام? هروح كده على فريبك. وهكتب له مسلا اه باترين اه رمضان مسلا او رمضان كريم مش عارف. طيب هنا هضيف لك المتعيد ده انا مش عايز عيد. اهو هتلاقي اكتر من شكل. طبعا انا انا اتكلمت في اول الفيديو على الشغل الناس اللي بتعمل من المطبوعات دي. تمام? الناس اللي بتطبع على المخدات والناس اللي بتطبع وتبقى حابة تعرض شغلها بشكل احترافي. فانت ممكن تنفذ الديزاين بتاعك بالشكل ده هيطلع بشكل ان شاء الله بازن الله يا رب هيكون شكل احترافي جدا. وبازن الله يجيب لك بعض الناس بسرعة. لان الديزاين اللي احترافي يا جماعة بيشد وبيجذب العين جدا جدا. وبيخليك اه تظهر بسرعة. فانا عصلا هاخد دي اخد نسخ الصورة كده. مش هعمل ده لانها مش مستهلة. وركز معاها هزوم كده. وهقف على اللير بتاعت المخدة. ركز ان انت بقى واقف عليها. وهدوس كنترول في عشان انزل آآ للباترين. تمام? هدوس كليك يمين على اللير بتاعتها. هعمل كونفيرت تو سمارت اوبجيكت عشان خاطر لو صغرت ورجعت تكبرت مسلا تفضل الصورة آآ محافظة على الكواليتي بتاعتها ما تبكسلش مني. طيب بعد ما حطينا الصورة دي كده اللير بتاعتها فوق اللير بتاعت المخدة على طول اهو. كل اللي انا هعمله هدوس كنترول عشان ادخل الباترين جوه اللير بتاعت المخدة. طيب ركز معايا يا صديقي. هدوس كنترول تي من الكبارد هيظهر لي المربعة ده. كل اللي انا هعمله هسبت ايدي على كنترول وبالماوس من الكورنرات. هبدأ همسك اول كورنر على الشمال كده وهسحبه لحد اول المخدة على الشمال. والكورنر التاني نفس الموضوع. والكورنر اللي تحت نفس الموضوع. والكورنر الاخير نفس الموضوع. فلو ركزت كده هتلاقي ان الدنيا بدأت تزبط. طبعا لو انت عايز تشد من تحت سنة. عايز تشد من اليمين سنة من الشمال سنة. براحتك. همدوس انتر. طبعا الشكل كده مش احترافي خالص تمام? كل اللي اتا هتعمله وهي خطوة واحدة بس. هتيجي عند النرمال هنا كده تختار المال تي. بص كده الفرق. هتلاقي ان الموضوع بقى فيه دمج كويس جدا واحترافي جدا ان شاء الله. تمام? والموضوع ببسيط يعني ما فيهوش اي زحمة ولا اي دوشة يعني. تمام? احنا ممكن ندوس كنترول تي. واجيب الورب بالشكل ده. وابدأ احرك من النص كده. لو انا عايز اعادل الهلال. عايز اعادل الكلمة. عايز مش عارف اعمل ايه. كل ده متاح يا صديقي. طيب. هنيجي عند اللير بتاعة المخدة اللي وراء. وهارجع كده اشوف. هي هي تبقى نفس الخطوة. تمام? مع تغيير بس البترين. مسلا. خليني هاخد حاجة سيمبل بالشكل ده. نفس الموضوع كنترول في. وانا واقف اهو. اللير بتاعة المخدة التانية اللي تحتها اهو. هارجع لليير البترين. وهدوس كنترول التي جي. بس هعمل كونفيرت اون عشان لو صغير نصره ما تباكتلش. وكنترول تي. وهسبت ايدي على الكنترول تاني. وهبدأ من الكورنرات. اقلل او اصغر. بالشكل ده. كنت هتمنى ان الجزء ده هو اللي يبقى يمين يعني. بس ما علينا. هنعمل برضو. الشكل هنا اصبح احترافي جدا. واكنه فعلا مدموج. يعني اكنه فعلا انت طبعه. مش مجرد حاجة احنا مركبينها فلو بسيت كده. لا هتلاقي ان الفرق طبعا كبير يعني. طيب احنا ممكن نطلع فوق خالص. ونعمل على الكل. على الكل. انا كده مش هدوس على الساعة مور اي حاجة. وهبدأ شايف. يعني ممكن نرعب في الالوان. نزود الوان شوية. نقللها شوية. على حسب ما انت حابب وعايز طبعا. فهنا كده هنقدر نقول ان احنا خلصنا الجزئية. بتاعة العرض البترين بتاعتنا. او الشغل اللي احنا بنقوله ان احنا بنطبعه. طبعا انت ممكن تعمل اشكال تانية بطريقتك. اشكال تانية زي ما تحب يعني. تمام. فخليني مثلا احط هنا. ممكن تكتب. مخطوطة مثلا رمضان كريم. هتلاقي طبعا حاجات كتير قوي بالشكل ده. طبعا الحاجات دي بتدي اجواء رمضانية كويسة. اهو ممكن اخد كوبي. وهاجه هنا بست. تمام? وهروح عامل. طيب ركز معي بقى بص. هتلاقي ان هنا الكلمة ببكسلة جدا. تمام? عشان حجمها هنا صغير قوي. هقول لك على طريقة تقدر ان انت تتحول الكلمة من هنا الفيكتور. طيب انت لو فتحت مسلا بالشكل ده. وفتحت اي مقاس مسلا بالشكل ده. تمام? هنجرب نعمل خطوة. بس قبل ما نشدي الكلمة للإلستريتور. احنا ممكن نيجي عند الفلتر هنا. ويرروح عند الشربن والشربن مور. لو عملت الخطوة دي اه مرتين تلاتة هتلاقي الكلمة بتبدأ تظهر في كل مرة. بس ما تزوتش عشان بتبدأ تبوز. طيب بعد ما عملنا مرتين هبدأ اسحابها. عشان يبدأ يكون شايفها كويس فيقدر يعمل لي دي بطريقة احترافية. يعني انا لو دست هنا كده واخترت تاني اختيار هنا كده. ركز على الكلمة اهو. بدأ يحولها الفيكتور. تمام? ما فيش اي باكسلة هتبقى موجودة خالص بعد كده. وهندوس على هنا كده. وحرف من الكيبورد عشان يظهر بالشكل ده. وهدوس كليل كشمال على الابيض. ودليت من الكيبورد عشان احزف الابيض اللي حوالين الكلمة كلها. ومن هنا هقدر ان انا اسحب الكلمة تاني. للفوتوشوب بالشكل دايما علم. ولو بصيت كده كبر بقى صغر تروح تيجي براحتك. هتلاقي ان الديزاين الكلمة معك انا اسف اه ما فيش اي باكسلة تماما يعني. فابدأ ركز معي كده اهو. خلينا نزوم اهو براحتك. زوم براحتك. مش هتلاقي في اي مشكلة في الكلمة نهائيا. اه وبس كده يا صديقي. هتمنى الدرس يكون عجبكم. هتمنى اه يكون مكانش طويل. مسينا ريكو في الكومنتات. اشوفكم في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.